اروح اشوف الفيديو مال رواني الناهي قبل هاي الحلقة شلو اللي اتحدث به بخال رواني يعقب انه بحيد ان يكون قد تم شراء الطاقم التحكيني بدعم مباشر من سلمان بن ابراهيم البحريني سلمان بن ابراهيم ومن يقول عنه انسان هو الفاسد من اكثر القيادات الرياضية فسادا يعني ممكن اشتراه الحكام ليس الامر هذا اهو عد عياذ الخليج هو هذا الموضوع كل السهل بس احنا نقشمر نفسنا يعني نحاول نجملها وهي سودة انكحلها وهي عمية واضحة هاي الامور هاي القشمرة علي من بعد المكيجة وهي زرقه رجعنا ياكم يعني اسمعت رواني قبل هاي الحلقة تحدث بنفس ما حدث اليوم ويانا انتظر رواني من الصحفين النشطين والاعدة مجسات ويعرف يعرف هاي امور يعني يعني هم نهار بس يشتغل على السبخ السبخ الصحفين وهي المشاكل روان ما تتوقع؟ يكون اكثر ظلم اليوم؟ لكن ربك وفقنا هو انت تشوف اي واحد ظليع بعلم النفس تفاوع اليوم الحكم الصيني حاول بشتة طرق انه يلقي منفذ حتى يلغي الهدف العراسي وقف المباراة وانتظر الفار و الفار طلعوا لهم مليون فيك الحد ماك ما قدره وبعد صف اتأخر يباوح الفور يمكن دقيقة ونص دقيقتي بلك واحد نازع أجلك الله جواريب الكسارات على الخط بالإحماء حتى يلغى الهدف بلك واحد عطاس في مصطبة الاحتياط لا نقولهم حجة للأسف شوف أنا ما أعلم قلت لك أنا ما أعلم الغير بس هذا الموضوع يمكن كارتن يونس أكبر سنن مني ومنك ويعرف هذا دايدا أهل الخليج من زمان من زمان هما ما يقدرون للغراق مولي أنه أنت أحسن منهم أنت اليوم أنت بلد أولاً تعدادك السكاني أكثر بلدي عجب المواهب الكروية الموضوع مو موضوع فلوس وكذا بس هما شي سمون يجيبونهم أربع خمس فريقات يجنسوهم يشترون حكم منها يرتبون ويسلنا وصار هذا ما للفار يمكن مستقبلاً يرتبون ويا شركة البلث المباشر اخفي هاي اللقطة يقلب الخطي منه يسرى بالأوبسايد هاي طبيعية وهاي ما تنتهي هاي طبيعية ومن يعتقد يعني أنه هاي راح تنتهي هو واهم ولا بالله عليك يعني أنت اليوم تباوع مرة من همام مرة من إبراهيم مرة ينطولي هذا خلفان أفضل لاعب مرة ينطولي مدري منه أقول لك هو بالفين وسبعة يعني أنت أنت أكبر مني وأكثر مني دراية الفين وسبعة ترى يونسو نشأت يعني يستحقوها روان أفضل لاعب يونسو بالذات نشأت زيان أنت تخيل هذا سون شاك القاعش شاك بالبريمياللي ويلعب في توتنهام ومنطولي أفضل لاعب أسيا راح أمطوها الواحد خليجي بها منطق هذا بها منطق منطولي هذا السوداني المعيز من عالي بها منطق بها منطق اللي هم يعملون به يعني أنت اليوم لغة الأرقام هذا سون اليوم متفوق بموضوع صناعة الأهداف بالأهداف في نادي عملاق مثل توتنهام اللندني في دوري هو نمبر وان بالعالم ومع ذلك لاعبين آسيوين متميزين ما ينطوهم أفضل لاعب يروحون ينطوها اليومية شن المحاصصة بينكم اليوم ننطيها قطري باشر نوديها لأخونا الإماراتي عقبها للسعودي وبعدها نرجح هكذا